غادر المنتخب الوطني لكرة القدم دبي اليوم متواجها إلى تجاكستان استعدادا لخوض لقاء أفغانستان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات التصفيات الأسيوية وفضل رباع المنتخب الوطني معتز ياسين وبهاء عبد الرحمن وابراهيم الزواهر وابراهيم دلدوم عدم مرافقة النشامة إلى تجاكستان والعودة إلى العاصمة عمان بعد صدور القرار الأسيوي بإيقافهم عن اللعب وابدى المدير الفني عبد الله المسفر تفاهمه لرغبة اللاعبين بالعودة إلى عمان مشيدا بالتزامهم الكامل خلال تواجدهم مع المنتخب وجديتهم خلال التمارين رغم معرفتهم بصدور قرار الإيقاف بشر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تدريباته في الإمارات في بداية معسكره التدريبي الذي يقام ضمن استعداداته للتصفيات الأسيوية التي تقام في إيران مطلع الشهر المقبل ويخوض المنتخب مبارتين وديتين مع نظره الإماراتي في التاسع والحادي عشر من تشرين الثاني القادم ويلعب المنتخب الوطني للشباب في التصفيات في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات سوريا وفلسطين وإيران ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في جميع المجموعات أبقى عمر السومة على أمال سوريا ببلوغ كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بتسجيله هدف تعادل متأخر أمام أستراليا في ذهاب الملحق الأسيوي المؤهل إلى مونديار روسيا 2018 ورصدت عدسات الكاميرات تواجد عشرات المشجعين السوريين في أرض الملعب الماليزي مع متابعة الغالبية العظمى من مواطنيهم المباراة من بلادهم حيث وضعت شاشات عملاقة في مساحات عامة أو صالات رياضية وقاعات مغلقة في دمشق وحمس وطرتوس واللدقية وحلب وفي دمشق احتشدت المقاهي بروادها الذين عقدوا حلقات الدبكة والرقص قبل انطلاق المباراة وبعد انتهائها فرحا بالنتيجة أول مرة بيفرح بعد سبع سنين من الحرب هذا الشعب اللي عاش سبع سنين تحت الحرب والقصف والضرب بحقله اليوم وبس بيستحق أكتر أنه يربح وإن شاء الله المرة الثانية بينفوز بهالمباراة العظيمة وهو فوز لسوريا كل سوريا وللشعب السوري فرحة اللي شفناها بعيون الجماهير اليوم نحن من زمان مشتاقين لألا وبشكر المنتخب السوري على هالزهود اللي بزلها عن جد الشوارع كلها فرحانة الناس كلها فرحانة في حماس كتير كبير كان بعيون الناس تسعة منتخبات ضمنت تأهلها لمونديار روسيا 2018 فيما باتت الأرجنتين في خطر حقيقي ومهددة بعدم المشاركة في بطولة كأس العالم بعد سقوطها في فخ التعادل السلبي على أرضها مع البيرو التفاصيل في التقرير التالي هدية من السماء للأرجنتين هكذا وصفت الصحافة العالمية فوز باري جواي على كولومبيا في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية لتعيد الأمل لرفاق ليونال ميسي الذين وقعوا في فخ التعادل أمام بيرو في ملعب بومبونيرا الشهير في بيونيس آيرس الأرجنتين وضعت نفسها بمأزق بعد التعادل حيث باتت مطالبة بالفوز عندما تواجه الإكوادور في ختام التصفيات الأربعاء المقبل إذا ما أرادت التأهل لكأس العالم مباشرة في حال تعثر أحد منافسيها القريبين منها على مستوى الترتيب أو الوصول للمركز الخامس المؤهل للملحق في أسوأ احتمال وفي مدينة سانتياغو كان أليكسي سانتياز يقود تشيلي للفوز عن الإكوادور بهدف قاتل ليحيي آمال فريقه في المنافسة على التأهل فيما اكتفى المنتخب البرازيل المتأهل رسميا للمونديال بالتعادل مع بوليفيا أما الأرجوي باتت بحاجة لنقطة واحدة لضمان التأهل من مباراتها الأخيرة أمام بوليفيا أقبى تعادلها مع فانزويلا